بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن طبعا جزء الحصة النهاردة عبارة عن جزئين. جزء فيسيولوجي هنتكلم عن شوية ريفليكس. وبعد كده لو ربنا كرمنا هنبدأ كمان نتكلم على الجزء الفرما بتاع الموضوع. ايه بقى الريفليكس اللي تمنى فيه العين? او الريفليكس يمنى يا جماعة وهو اللايت ريفليكس. اللايت ريفليكس. ايه قصة اللايت ريفليكس ده جماعة? انه بيقولك لو انت عردت العين. عردت العين. نفترض دي العين الشمال. وهدي النوز. حلو. وجيت عردت العين الشمال للضوء. لللايت. لقينا ان بيحصل حركة غريبة في البيوبل جوه العين. هتلاقي البيوبل هنا بقى كونستريكتد. والبيوبل هنا بقى كونستريكتد. هيحصل كونستريكشن في البيوبل في العين الشمال. كونستريكشن في البيوبل في العين الشمال. وهيحصل كونستريكشن في البيوبل في العين اليمين. حتى اللي ما تعرضتش للضوء. حتى اللي ما تعرضتش للضوء. اللي في العين اللي فيها الضوء. هنقول عليه دايريكت كونستريكشن. واللي في العين التانية هنسميه indirect constriction او يطلق عليه consensual consensual constriction او consensual light reflex يعني ده direct light reflex وده consensual light reflex طيب تعال نشوف هو ايه اللي حصل وازاي حصلت الحركة دي ازاي لما تعرض العين لضوء تلاقي العين يحصل فيها constriction والعين التانية كمان الناحية التانية يحصل فيها constriction قالك عشان تدرس الموضوع بالتفصيل هاته من جدوره اي رفليكس في الدنيا يا جماعة بيتكون من كلمة سراصير السراصير اللي هم مين بقى stimulus تمام receptor تمام afferent اللي بين الاشارة الحسية center اللي بيستقبل afferent اللي هي الاشارة الحركية بعد كده effector اللي بيستقبل الاشارة الحركية وينفذ response هي النتيجة الاخيرة من اللي انا قلته دلوقتي انت عرفت اللي هو انك تعرض light للعين الشمال on the left eye طيب ال response بتاعك هتلاقي constriction بس في الايه في ال right وال left تعال نفهم ايه بقى receptor والأفرنت والسينتر والأفرنت 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 والأفكتور وحصلوا ازاي ونفهم القصة دي عشان تفهم القصة دي يا جماعة هترجع لورا شوية وتعرف لي field of the eye يعني ايه field of the eye ادي العين هيا جماعة و ادي العين ده هنعرف حاجة اسمها البصوي بتاع العين العين يا جماعة بعد اما الاشارة بتقع على الريتنا كنا قلنا بيجمحها الجانجلون سيلز تقوم الجانجلون سيلز دي تخرج من عين في صورة حاجة اسمها optic ايه optic nerve في صورة حاجة اسمها ايه optic nerve يبقى الاوبتك نيرف دول الأجزن بتاع الجانجلون سيلز وبعد كده بيعمله حاجة هنا اسمها اوبتك كازمة وبعد كده في الاوبتك كازمة بيتاسمه تاني يعمله حاجة اسمها الاوبتك تراكت وبعد الاوبتك تراكت بيروحوا الحتة في الصلمس اسمها lateral geniculate body وبعد lateral geniculate body بيعمله optic radiation ويروحوا المين يا جماعة للكورتكس بيعمله optic radiation ويروحوا للكورتكس ايه دي المنظر بتاع العين طيب ايه بقى دكتور ايه دكتور اللي يحسن قالك لو عرضت العين دي لللايت اهو ايه العين دي اتعرضت لللايت ايه اللي هيحصل وقادي النص النص وانا فاصل خالص ما بين العين والليمين والشمال فيه فاصل لقينا ان العين دي بيحصل فيها construction والعين التانية بيحصل فيها construction طيب ايه اللي حصل قالك اللي ستيمولوس بتاعي هو مين هو مين هو اللايت طيب اللي ستيمولوس او اللايت ده دخل جوا العين مشي 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 لغاية ما وقع على مين على الريتنا الريسيبتور بتاعتي موجودة هنا جوا الريتنا فاكر الريسيبتور اللي اسمها الروتز والكونز هاي دي يبقى الريسيبتور بتاعتي هي مين يا جماعة هي الريتنا الريسيبتور اللي هي الروتز والكونز طيب ايه اللي هيحصل الاشارة هتمشي في الايه في الاوبتيك ايه اوبتيك نيرف او الاشارة هتمشي كده في الاوبتيك نيرف وبعد كده توصل للأبتك كازمة بعد كده توصل للأبتك كازمة وبعد كده تروح للأبتك تراكت كل ده بالنسبة لي أف ін ثم الأبتك كازمة ثم الأبتك تراكت لغاية ما أوصل للسنتر مين السنتر بقى دكتور السنتر بتاعي اسمه بري تيكتال نيوكلس اسمه ايه بري تيكتال نيوكلس يبقى السنتر بتاعه دكتور اسمه بري تيكتال نيوكلس وده موجود في الميت برين طيب حلو طيب ده السنتر بتاعي ايوة يعني انت عايز تقول لي ان من الاشارة ما وصلتش للمخ أصلا ايوة ما وصلتش للمخ يبقى السنتر بتاعه هنا دكتور اسمه بري تيكتال نيوكلس واحفظه عشان ده أهم حاجة بري تكتل نيوكلس ده السنتر بتاع لايت رفليكس طب بعد كده مالي الإفرنت السنتر ده يعمل قالك السنتر السنتر ده موجود جوه الميت برين جوه مين يا دكتور الميت برين طب لو وسعت الرسمة شوية كده أهوت عشان تبقى فاهم الدنيا أو هوسع بس الرسمة شوية وانت تبقى فاهم بقى ان ده قوب تكتراكت ماشي كده وده قوب تكتراكت ماشي كده وده يروح للاترال جونيكلت بودي وده يروح للاترال جونيكلت بودي وده يروح للمخ وده يروح لمين للمخ البري تكتل نيوكلس ده جماعة حتة موجودة فين موجودة في الميت برين موجودة فين في الميت برين جنب الميت برين على طول أو جوه الميت برين نفسه في نيوكلس تانية مالها بقى النيوكلس التانية اسمها إدينجر واستفال نيوكلس دي مالها دي يا دكتور دي اللي بتعمل CONSTRICTION للبيوبي دي اللي شايلة بارة سم بساتك effect للآي وبتروح تعمل CONSTRICTION للبيوبي طيب هتعمل ايه دكتور تقوم البرتكتة اللي بعتالها تقول لها يا إدنجر اعمليلي CONSTRICTION للبيوبي تقوم الإدنجر واستفال نيوكلس مطلعة الإشارة بتاعتها تروح المرة دي المين بقى يا جماعة الإدنجر واستفال نيوكلس تطلع الإشارة بتاعتها بس ايه يا دكتور عن ناحيتين اهو يعني تروح النحية دي وتروح النحية دي اهو وتروح لغاية اما توصل لعضلة جوا عنيك اسمها CONSTRICTOR بيوبي تعمل CONSTRICTION للبيوبي ودي توصل برضو لعضلة جوا عنيك اسمها CONSTRICTOR بيوبي تعمل CONSTRICTION للبيوبي وبالتالي تعمل CONSTRICTION للبوف ايه 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 اذا يا جماعة الإفرنت بتاعي هو مين الإفرنت بتاعي هو النيرف اللي اخدر ده طب النيرف اللي أخدر ده اللي هو مين يا دكتور ده النيرف الباراسمباساتيك اللي رايح للعين طب الباراسمباساتيك اللي رايح للعين بيروح لوحده كده ولا بيبقى متشال على حاجة بيبقى متشال على الأوكلوموتور أوكلوموتور نيرف اللي هو الكرينيا النيرف رقم 3 يبقى ده بالنسبة لي الباراسمباساتيك اللي هو متشال على الأوكلوموتور نيرف اللي هو رقم 3 طب يا دكتور مال إيه اللي انت عملها دي دي بنقوله عليها جانجلون ويقوله عليها سيليا ري جانجلون عشان كده ده بيقوله عليه بري جانجلونك ده بيقوله عليه سيليا ري جانجلون ده بيقوله عليه بوست جانجلونك بري جانجلونك سيليا ري جانجلون بوست جانجلون ثم رايح عاملة كونستريكشن هنا وكونستريكشن هنا وبالتالي العين دي والعين دي لو في نفس العين هسمي الكونستريكشن ده دا دايريكت أما لو في العين التانية أسميه indirect أو اسمه الثاني consensual هلو كده دكتور إذن دلوقتي الستيمولاس هو light receptor retina الأفرنت nerve optic nerve أو كازمة أو tract center protect الأفرنت اللي هو الباراسمبستيك اللي متشال على الأوكلوموتر اللي رايح للبوس عشان الأفرنت بتاعتي يا الكونستريكتور بيبلي في البوس إيه eyes وبالتالي الresponse بتاعي هو constriction للright والleft طيب باختصار كده يا جماعة لو أنا عايز ألخص اللي أنا فيهمته في light reflex في كام كلمة المفروض أفهم إيه أفهم دلوقتي الآتي إن light reflex يا دكتور بتبدأ القصة بlight لون eye فيحصل constriction للبوس إيه eyes ده اللي بنسميه light reflex طيب مين الأفرنت ومين الأفرنت يا دكتور الأفرنت اللي كان شايل الإشارة وهو جاي من العين اسمه إيه الأفرنت عندي أفرنت اللي هو الاوبتك نيرف فكاز ما فتركت اللي هو النيرف رقم 2 وعندي أفرنت اللي هو الباراس اللي متشال على الكلموتور اللي هو النيرف رقم 3 بس أمبوس إيه أمبوس إيه يبقى الأفرنت 2 والأفرنت 3 في البوس إيه ومن هنا حصل light reflex طب مين السنتر بتاعي السنتر بتاعي احفاظه بقى البري تكتل إيه البري تكتل نيكلس آدي light reflex طيب تعال بقى على ال reflex اللي بعده reflex اللي بعده اسمه نير reflex وطلعوا لي أنتو الفرقات وساعات يقولوا عليه نير response نير reflex أو نير response هو التغيرات اللي بتحصل وقت لما الشخص يبص على نير object يبص على نير object فساعات يقولوا عليني reflex وساعات يقولوا عليني response إيه التغيرات يا دكتور قال لك نفترض آدي العين هي وآدي العين هي حلو والعين دي بص بعيد ودي بص بعيد وجي شخص وقف هنا قريب من العين من النظر هل الاتنين عين دول بيشوفوا كويس لا ليه لأن هما مركزين على البعيد مركزين على البعيد لو تفتكر أنا قلت لك احنا بنركز دايما بي الايه بالoptic بالركز دايما بنقطة في العين أعلى في visual equity النقطة اللي في العين دي يا جماعة اللي هي فيها visual equity العالية خلاص دي اللي بركز بيها على object حلو يبقى اي object انت حضرتك بتشوفه حلو بتركز عليه بنقطة في العين اسمها fovia فالمفروض انا اي وانا باصس بعيد كده انا موقع الصورة هنا على fovia central وانا باصس بعيد هنا انا موقع الصورة على fovia central طيب الشخص اللي قريب ده هل حضرتك شايفه بوضوح لا مش شايفه بوضوح ليه لأن صورته مش هتقع هنا على fovia central ولا صورته هتقع هنا على مين على fovia central طيب ايه بقى اللي بيحصل اول ما الشخص ده ما تبقاش شايفه بوضوح هه صورة الشخص ما بقيتش هنا على fovia central وهنا مش على fovia central طيب بيحصل الان يقوم الاوبتيك نيرف وكازمة وتراكت عمت واللاترال جينيكل بودي والرادياشن والكورتكس عمت نفس اللي انا قلته من شوية حاجة اسمها اوبتيك نيرف حاجة اسمها اوبتيك كازمة حاجة اسمها اوبتيك تراكت حاجة اسمها لاترال جينيكل بودي حاجة اسمها رادياشن وحاجة اسمها كورتكس ايه بقى اللي بيحصل يا جماعة قالك الصورة بتاع الشخص اللي قريب ده بتقوم ايه ماشي فين يا دكتور ماشي في النيرف وبعد كده ماشي في الكازمة وبعد كده ماشي في التراك وبعد كده في اللاتر وبعد كده في الرادييشن وبعد كده على الكورتكس فحضرتك تشوف الشخص صورته هزي صورته مش مظبوطة فبالتالي دلوقتي المخ يبدأ يتنبه يقوم عامل إيه بقى المخ يقول لا أنا محتاج أشوف الشخص اللي قريب ده صورته واضحة فيقوم باعت إشارة تاني لمين بقى مين اللي هيزبط له الرؤية بقى دلوقتي سنتر جديد تاني يا دكتور تاني حضرتك بنفترض أن ده شخص واقف في النير قريب من عينك وهو قريب من عينك أنت مش شايف كويس لأن ساعتها أنت مركز بالفوفيا سنترهيلز على أي شخص بعيد يعني أنا دلوقتي أنت باصص على الحيطة وفجأة أنت حططلك ألم قدام عينيك تاني أنت باصص على الحيطة ومركز على الحيطة بعينك وفجأة أنت أنا حططلك ورقة قدام عينيك قلتلك إقرالي تاني سطر تبع تقرأ تاني سطر ازاي وأنا باصص على الحيطة طالما أنا باصص على الحيطة ما بشوفش الورقة دي بوضوح طب ليه ما بتشوفاش بوضوح قال لك الصورة بتعدي في الأوبتيك نير ثم أوبتيك كازم ثم أوبتيك تراكت ثم لاتراجينيكري بودي ثم رادياشن ثم بيجوى الكورتكس والصورة تقع على الكورتكس مش واضحة فيبدأ الكورتكس يتدايق فيقول طب أنا أبعت لحد يحليلي المشكلة مين يا عم الكورتكس اللي يحليلك المشكلة هبعت يسنت مين هتبعت في البريتيكتر نيوكلس اللي بعتت لها المرة اللي فاتت قال لك لا هبعت لحاجة جنبها برضو في الميت بري اسمها سوبيريور كوليكولس اسمها إيه؟ سوبيريور كوليكولس مالك بقى سوبيريور كوليكولس قال لنا المخصص إن أنا أزبط إيه؟ النير أوبتيك أخلولك تشوفه بوضوح هتعملي إيه يعني؟ يا ست الحاجة السوبيريور كوليكولس قال لك أول حاجة هتعملها السوبيريور كوليكولس هتقوم إيه؟ هذه السوبيريور كوليكولس هتقوم ودورها يا كمان على الإدنجر واستفال تقول لها يا ست الإدنجر واستفال إيه يا عم؟ ها؟ انت زي ما خدمت البريتيكتر هتخدميني هتخدميني إزاي؟ هتبعتيلي برضو ها؟ عن طريق النيرف هنا وهنا وهو الإدنجر واستفالي الناحية دي والناحية دي هتبعتيلي هنا عن طريق السيلياري جانجلو وتروحي لبردو المين؟ للكونستريكتور بيوبلي هنا وبردو للكونستريكتور بيوبلي هنا هتقول لي طب أنا استفدت إيه؟ يعني قللت كمية الضوء اللي دخل عيني خلاص شوية وده بيبقى كويس في النيرفجن عشان يحصن شوية معايا النيرفجن يبقى عملتي إيه يا دكتور؟ أنا رحت ها؟ عملت إيه؟ عملت كونستريكشن للتو بيوبلي بس ده مش كفاية أنك أشوف الجسم مضوح لسه شايفه هزي فقلت لها طب ولا يهمك الإدنجر واستفال انت ما بتعملش حاجة غير كده؟ لأ بعمل بتعمل إيه يا إدنجر واستفال؟ قال لك أنا بروح لعضلة تانية في العين اسمها سيلياري إيه؟ مصر قالت لها طب إيش ترى جد يا إدنجر واستفال وانت رحل العين للسيلي للكونستريكشن روحي كمان للسيلياري مصر اللي بتعمل تخلي العدسة مور كونفيكس السيلياري مصر وفي العين التانية نفس الكلام تخلي العدسة هنا مور كونفيكس اللي هي مين السيلياري مصر فكليل لما كنت بقول لكم البارس مبساتك بيد حكتين بحرف السي كونستريكشن وسيلياري هو بيشغل اللي اتنين بيروح للكونستريكتور يقول لها ها اعملي كونستريكشن فحسني الرؤية وقال ليه الكروماتيك أبريجن والسفيريكال أبريجن اللي احنا متعودين عليهم لقناهم قبل كده في الآيريس وبيروح كمان للسيلياري مصر يقول لها يا سيلياري مصر زودي الكونفيكستي بتاع العدسة بتاعتك وشوفي الجسم القريب كويس واستخدامي الأكوموديشن بتاعك ما السيلياري مصر دي اللي كانت بتعمل ايها دكتور بتعمل أكوموديشن بتخليها تشوف الأكوموديشن كويس طيب هل دا كفاية انك تشوف القريب برضو بدقة قال لك لا مش بس كده السيلياري كل قرص هجماعة بتجيط شغلها جدا هتروح ليه كمان حاجة ايه كمان حاجة يا دكتور قال لك في عضلة في العين هنا اسمها ميديال ايه ميديال ريكتاي هنا وميديال ريكتاي هنا في عضلة في العين اسمها ميديا الريكتايل نحيا دي واسمها ميديا الريكتايل نحيا دي حلو هتعمل ايه يا عم العضلة هبعت لها اشغلها اشغل الميديا الريكتايل نحيا دي واشغل الميديا الريكتايل نحيا دي اهو بعدت شغلت دي وشغلت دي حلو طب ولما تعمل كده ايه لا يحصل يا دكتور العين دي يا دكتور هتيجي نحية ميديا لشوية والعين دي هتيجي نحية ميديا لشوية لو العين دي جات نحية ميديل ايه اللي هيحصل الوضع يبقى عامل كده بص كده لو افترضنا العين دي جات نحية ميديل هيبقى الوضع عامل كده دكتور او العين هتحود نحية ميديل شوية كده طب وده هيفرق معايا في حاجة طبعا هتخلي صورة الجسم ده بقى دلوقتي يوقع على مين على الفوفيس انترالز قال له ولسه برضه الكونستريكشن اوبيوبل موجود ولسه السلياري مصل شغالة والاكميديشن شغالة يبقى كل اللي انا بعمله ايه بتعوج العين بتعمل حاجة اسمها كونفيرجنس ايه كونفيرجنس ده دكتور ان العين تحود لجوه يبقى المنظر عامل كده العين حودت لجوه طب الحودة لجوه دي توقع على الصورة فين طب يا دكتور بالنسبة للسيرير مصل السيرير مصل شغالة زي ما هي والعادسة مور كومبكس بالنسبة للكونستريكتور شغالة برضو زي ما هي طيب يبقى ده يا جماعة آخر حاجة في النير ريفليكس ايه يا دكتور النير ريفليكس ده تاني النير ريفليكس ده من الآخر كده انك بتشوف الجسم القريب وحش طب عشان تشوفوا حلوة ايه اللي هيحصل ببعت للمخ المخ بيشوف الحاجة وحشة فيبعت يتدايق يبعت للسيبيريو الكوليكوليس السيبيريو الكوليكوليس بعتت لمن بعتت للإدنجر واستفال عملت كونستريكشن للبيوبل وسيلة رماص الكنتريكشن مش كفاية قالك هبعت كمان للميديا ريكتاي الميديا ريكتاي هتحود العين بحيث ان صورة الجسم تقع على الفوبيا سنتلالز ومن هنا بقت صورة الجسم بقت ايه بقت واضحة طيب دكتور ادي التلات حاجات اللي بيحصلوا في العين التلات حاجات دول بنقول عليهم ايه بنقول عليهم ها نير ريفليكس او نير ريسبونس طيب سؤال بقى دكتور هو الاشارة اللي ماشية ورايحة للميديا ريكتاي وبرضو رايحة للسيليا ريكونستريكتوم كل دول متشالين على نيرف ايه كل دول متشالين على نيرف واحد اسمه اوكلوموتر يعني الازرق واللاغضر دول عبارة عن نيرف واحد اصلا اسمه اوكلوموتر ايه نيرف يعني تعالا كده يا دكتور لو انا جيت قلتلك ايه الستيمونس وبعد كده ايه الريسبتون وبعد كده ايه الافرد وبعد كده ايه السنتر وبعد كده إيه الـ Efferent وبعد كده إيه الـ Effector وبعد كده إيه الـ Response تعالى نشوف الـ Stimulus بتاعي هو Near Object الـ Receptor بتاعتي هي بتاع العين العادية اللي الـ Roots والـ Quotes الـ Efferent هو دايماً اللي بيهميني دايماً اللي بيهميني الـ Efferent والـ Center والـ Efferent الـ Efferent بتاعي هو الـ Optic Nerve بعت للـ Optic Casma بعتت لي مين للـ Tract بعت لي مين للـ Lateral Genical Body بعت لي مين للـ Radiation بعت لي مين للـ Cortex المهم إن يا جماعة هو عا تنسى إن الـ Optic Nerve برضو هو الـ Efferent زي ما كان هناك الـ Optic Nerve طب الـ Center بتاعي مين بقى المرة دي؟ اسمه Superior Colliculus طب الـ Efferent بتاعي مين؟ الأوكلوموتور رقم ثلاثة في العينين طب رقم ثلاثة في العين طب أي فرق وإيه عن اللي فات؟ اللي فات كان الأوكلوموتور بيروح بس المين؟ ليه الـ Constrictor المرة دي بيروح الأوكلوموتور للـ Constrictor وللـ Ciliary وللميديا الريكتاية الثلاثة قال له طب ويبقى الـ Response بتاعي إيه بقى يا دكتور؟ الـ Response CONSTRICTION للبيوبل Ciliary muscle contraction اللي بنقولها عليها Accommodation وCONSTRICTION للبيوبل اللي بنقولها عليها Meiosis والميديا الريكتاية دي لما يحصل لها CONSTRICTION تعمل CONVERSIONS يبقى الثلاثة حاجات دول هما الـ Response بتوعي قادي فرق الـ Near Reflex عن مين؟ عن الـ Light Reflex هو ده الفرق بين الـ Re-Reflex والـ Light إيه؟ Reflex إيه فرق الـ Near Reflex عن الـ Right Reflex يا جماعة؟ الـ Light Reflex والـ Near Reflex إيه فرقهم عن بعض؟ لا فيه فرق كبير لو خدت بالك إن الـ Optic Nerve هنا هو الأفرق والـ Optic Nerve هنا هو الأفرق يبقى الأفرق يبقى الأفرق في الـ 2 مين؟ الـ Optic Nerve دي حاجة لاحظناها السنتر مختلف السنتر بتاع الـ Light اسمه بريء تكتب السنتر بتاع الـ Near اسمه سوبيريور كوليكوس آدي فرق يبقى السنتر مختلف الأفرق في الـ 2 مين الأوكلوموتور بس هنا فرق إن في الـ Light الأوكلوموتور بس هيروح يعمل CONSTRICTOR يوبلي فيعمل CONSTRICTION في العنين لكن هنا الأفرنت بتاعي برضو الأوكلوموتور لكن هيروح يعمل ثلاث حاجات المرات يحرك عضلة اسمها CONSTRICTOR بيوبلي ويعمل CONSTRICTION يحرك عضلة اسمها سيلياري مصل ويعمل هااااااا ٥ عاااااا ٥ ويعمل ايه ويعمل CONVERGE هادي النير reflex طيب بعد كده يا دكتور عايز تقول ايه هادي التلات حاجات وconvergence ويه جماعة ويه accommodation conversion construction ويه ويه accommodation construction اللي هي construction للبيوبل أو ميوزس دي اللي هي الconstrictor بيوبل accommodation اللي هي مين cellular muscle contraction ويه convergence اللي هي مين اللي هي الmedial ريكتور طيب فيه برضو نقطة مهمة جدا بيقولك افرد عيان بوستله فيه مرض كده اسمه syphilis المرض ده جماعة بييجي يضرب nucleus اللي اسمها البريتكتال nucleus مرض اسمه syphilis syphilis ده نوع زي بكتيريا كده بيصيب الاعصاب حتى بيقوله عليه neuro syphilis neuro syphilis يعني من ضمن الاعراض اللي بيعملها انه بيضرب الاعصاب المرض ده بييجي ساعات يضرب البريتكتال nucleus فيعمل ايه لو ضرب النير reflex يضرب عنده light ويظل عنده النير reflex طيب هتقولي يا دكتور بنسمي البيوبل دي اسم غريب بنسميها argyle robertson بيوبل اسمها ايه تاني argyle robertson بيوبل ايه الargyle robertson بيوبل بقى الargyle robertson بيوبل هي بيوبل غريبة مالها بيوبل غريبة اسمها ايه argyle robertson بيوبل هي بيوبل غريبة يعني ايه بيوبل غريبة بيوبل بتستجيب للنير وما تستجيبش للlight تخيل اللايت ما يقصرش يعني ايه تتعرضها للlight ما يحصلش construction تعرضها للنير يحصل construction وسيلة contraction وميديا ريكتال يعني اتخيل فيه هنا construction اشتغلت وهنا construction ما اشتغلتش قالك ايه بقى السبب هو انك دردت من البريتكتال نيوكلس حتى عشان ما تنسهاش يقولك ارجايل روبرتسون بيوبل خد اول حرف من الثلاثة accommodation reflex preserved يعني ايه لو طلغبطت في الامتحان وقلت هو النير ولا light افتكر الارجايل الايه تفكرك بالaccommodation والروبرتسون تفكرك بreflex والبيوبل تفكرك بreserved يعني الaccommodation reflex بreserved هو ايه الaccommodation reflex اللي هو يعني النير reflex ما هو النير reflex ده اللي في اكموديشن فالنير reflex هو اللي بreserved يبقى مين اللباز خلاص ده مرض بيصيب العين اسمه بيدرب مين يا دكتور بيدرب المرض ده يا جماعة بيروح يضرب مين يا جماعة بيروح يضرب طيب في برضو حاجة لقينها بتحصل ايه بقى الحاجة اللي بتحصل قادي العين هي وقادي العين هي العين في حاجة بتحصل كده في العين ايه كمان في رفليكس كمان هناخده في العين الريفليكس التالك ده بنقول عليه كورنيال الاسكلير ريفليكسي عشان هقولك بقى الوضعي القاتل هنا في الايلد اللي هو الجفن اللي فوق اللي تحت الايلد ده جماعة بيجي طبقة بتبطنه من هنا وتلف كده وتغطي الاسكليرا من هنا طبقة بتيجي بتبطنه من هنا وتلف وتغطي الاسكليرا من هنا اسم الطبقة دي يا دكتور ايه دي طبقة دموية شوية بيقولوا عليها الملتحمة بالعربي الطبقة دي بيتقال عليها الكونجانك طيب يبقى انا عندي حاجة اسمها الكونجانك طيبا هنا والكونجانك طيبا هنا الكونجانك طيبا دي بتعمل يا دكتور ديت بتغطي مين بتغطي الاسكليرا طيب وعندك هنا مين ادي الكورنيا طيب وبالتالي الرفليكس ده جماعة بيحصل امتا قالك الرفليكس ده بيحصل لما تلمس تلمس الكورنيا او الكونجانك طيب يعني لو جبت حتة قطنة ولمست الكورنيا أو لمست الكونجنكتيف هيحصل الرفليكس ده عشان كده بيقوله عليه إيه الكورنيل بصوا بقى اللي биحصل إيه لو جبت حطة قطمة ولمست هنا دكتور هنا انت متخلل ان انت لمس الاسكريرة الحقيقة انت لمس الطبق اللي فوق الاسكريرة اللي بيقوله عليها الكونجنكتيف أو لمست هنا الكورنيل بيحصل إيه قالك العين بعد شوية بتقفل يعني الشخص بتلاقي قفل عينه أول ما تلمس تلاقي الشخص أمقافل إيه أمقافل العينه أمقافل العين دي خالص أول ما تلمس العين إيبقى إيه اللي بيحصل يا جماعة أول ما تلمس الكورنيا أو الكونجنكتايفا العين ده بيقفل عينه فالريفليكس ده نسميه كورنيا الاندكونجنكتايفا رفليكس الريفليكس ده دكتور مين اللي ستيمولاس فيه اللي ستيمولاس هو القطنة اللي لمست الجلد اللي لمست قصد الكورنيا أو الكونجنكتايفا أي object يعني طيب يبقى object مين؟ receptor بتاعته receptor المرادة مختلف receptor في الرفلكسين اللي فاتوا كانت اليتنا لكن receptor هنا هي touch receptor اللي مسؤولة عن اللمس اللي موجودة جوه الكورنيا وجوه الكونجنكتايب جوه الكورنيا والكونجنكتايبا فيه receptor مسؤولة عن خاصة اللمس الريسبتور دي بتحس اللمس وتبعت أفرنت الأفرنت دا اسمه ايه؟ بتبعت أفرنت للمخ بتبعت أفرنت للمخ اسمه ايه الأفرنت دا يا جماعة؟ الأفرنت اللي بتبعته للمخ اسمه trigeminal nerve هتقول لي يا دكتور ده النرف رقم 5 طب هو أنت يا دكتور ايش معنى trigeminal ما انت عارف يا حبيبي ان trigeminal nerve دا بيشير الاحساس اللي جاي من الوش كله اي حاسة لمس في وشك اي حد يلمسك كوتشك في اي حتة التريجي من النرف بيشد بيبقى فيهم عينك نفسها فالتريجي من النرف هيحس طيب وبعد اما يحس هيروح فين يا دكتور هيبعت للمخ طيب وبعد اما يروح للمخ يعمل ايه يقوم المخ راضد وباعت العضلة ما لها العضلة دي العضلة دي محوطة الاي هنا اسم ايه العضلة دي يا دكتور اسمها اربوكيلاريس اوكلاي طيب مين يا دكتور اللي بيحرك اربوكيلاريس اوكلاي مين اللي مسؤولة على حركة اي عضلة في الفيس الفيشي النرف احنا فيه معلومة يا جماعة عبطال الاناتومي لازم يكونوا ألوها لك دايما بيقولولك اي احساس بالوش غالبا ومتاخد بالتريجي منها واي حاجة بتتحرك في وشك غالبا بتتحرك بالفيشي يبقى عندنا مين المخ اللي هيبعت يعمل الكلام ده هو الفيشي الايه نيوكلس الفيشي الايه يا جماعة نيوكلس يبقى تاني يا جماعة ايه اللي حصل تاني اي اوبجيكت اتعرض لعينيك ده الاستيمنص الريسبتور بتاعت يا دكتور هي التوتش ريسبتور اللي موجودة جوة الكورنيا والكونونكتايف حست بعتت الافرنت الافرنت اللي هو التريجي من النارف اللي هو رقم كام ها التريجي من النارف اللي هو رقم خمسة فبعتته المين للسنتر السنتر اللي هو البرين بتاعك البرين والنرف اللي بيطلع من البرين اللي هو الافرنت بقى اللي هو مين يا دكتور رقم سبعة فلما يبعت لرقم سبعة هيروح يعمل للافكتور اللي هي الكوربيكولاريز ايكولاي فيقوم عامل الرسبونس بتاعي هو ان يحصل بلينكينج اوف الاي يبقى ايه الريفليكس ده يا دكتور الريفليكس ده بيقول ان لو في حاجة لمسة الكورنيا او الكونجنكتايفة اي حاجة هتلمس الكورنيا والكونجنكتايفة هتلاقي الكورنيا والكونجنكتايفة العين بيحصلها بلينكينج وتقفل ده اللي بنسميه يا دكتور بنسميه كورنيا اندكونجنكتايفة الريفليكس السنتر هنا مش عليك هو السنتر كده كده هو بتاع الفيشل نيوكلس تمام مش عليك قوي الافرنت هنا سبعة الافرنت كام خمسة ده الريفليكس اللي اسمه كورنيا الاندكونجنكتايفة الريفليكس ادي تالت رفليكس في العين ادي تلت رفليكس واخدنا احنا رفليكس في العين اللي هو مين يا دكتور اللي هو لما السيليرت كونتراكت ها لسه واخدينه دلوقت اني يا جماعة يعطب الرفليكس اللي هو قلنا عليه الأكوموديشن الأكموديشن ده يا جماعة اعتمد يعتبر رفليكس لما تحوز تشوف نير أبيجيت بيحصل قلنا لإيه الأكوموديشن يبقى احنا عندنا ادي الرفليكسات بتاع عينيك لازم تبقى عارفها يا جماعة اللي هي ايه خدنا نير رفليكس مهم واحد من الرفليكسات اللي في عينك وخدنا لايت رفليكس برضو المهم جدا واللي بعد كده الكورنيال ويالكونجنكتاي في الريفليكس قادي ثلاثة رفليكسات مهمين جوه العين لازم نبقى عارفينكم ترجمة نانسي قنقر